وصل يوسف ومريم إلى بيت لحم مدينة الأجداد مدينة داود بيت لحم تعني بيت الخبز أو بيت اللحم أيضا وبالطبع بالتأكيد وصلوا إلى المنطقة القديمة في هذه المنطقة ولما تمت أيامها لتلد ما كانش في أي موضع أي مكان مثل ما ذكرت ولدت ابنها في بيت اللي هو الكلمة كاتاليمة بتعني جزء من بيت إما يكون غرفة في الطابق الأسفل ومعظم الأحيان ممكن تكون مغارة عبارة عن مخزن للحبوب وطعام للحيوانات وممكن الحيوانات ممكن تيجي في الطقس الماطر تدخل إلى هذا المكان وعندما ولدت طبعا وضعت الطفل يسوع في مذود في هذا المكان طبعا كل المسيحية بتحتفل في عيد الميلاد وبتيجي السياح من كل أنحاء العالم تزور هذا المكان تعتبر كنيسة المهد أقدم كنيسة في أرض فلسطين وفي الأراضي المقدسة بنيت في القرن الرابع أيام الملكة أم كسطنطين هيلينة بنت هذه الكنيسة وبنت أيضا كنيسة القيامة كنيسة جميلة جدا ما زلنا نرى الفوسيفوساء عندما ترفع طبعا الخشب وترى أرضية الفوسيفوساء الجميلة بتعبر عن جمال هذا المكان وأيضا المغارة البيت اللي هو بعود طبعا للوقت الأصل اللي ولدت فيه لما بتنزل تحت الكنيسة الجزء الأرتودوكسي بتشوف مكان طبعا النجمي مكان ولادة الرب يسوع المسيح وبتشوف أيضا المذود المكان اللي وضع فيه الرب يسوع المسيح هذه الكنيسة تقسم إلى عدة أقسام لليونان الأرتودوكس وللكاتوليك وللأرمن وأحيانا السريان والأقباط في طبعا في تصريح خاص ممكن كمان يصلوا في هذا المكان هذه الكنيسة الجميلة دمرت في سنة خمسمائة وتسعة وعشرين على يد السامريين وقتلوا كثير من الرهبان والرهبات والمسيحيين في هذه المنطقة لكن جاء الإمبراطور جستنيان وعقبهم وذبح الكثير من السامريين عندما جاء الفرش في سنة ستمائة وأربعة عشر هدموا معظم كنائس البلاد ما عدا هذه الكنيسة عندما دخلوا رأوا على الحائط شيء مرسوم من الفوسيفوسة مجوس حكماء من المشرق من أرض فارس ومن لباسهم عرفوا أن هؤلاء الرجال مهمون فقالوا إذا هؤلاء الرجال جاءوا وزاروا هذا المكان فإذا هذا المكان مهم جدا الكنيسة اللي منشوفها هي بترجع للقرن السادس ما عدا أنه يمكن حرق الصقف ورجع ترميمه مرة أخرى هذه الكنيسة بتذكرنا في قصة الميلاد في مكان الحدث نفسه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب اشتركوا في القناة